اشتركوا في القناة وبسرعة هائلة وعلى كافة الاصعضة بتلك السرعة الفائقة الهائلة غير المسبوقة انجازات متغيرات هذه الانجازات والمتغيرات تلقي بثقلها على الدراسات على العلم على المقاربات الحديثة ومع ذلك فهناك من لا يذال يقحم الدين حصرا في جميع المسائل وكأن الدين يحوي على اجابات على كل الاسئلة بل وهناك من يرفض التقدم حتى في المسائل الدينية الذاتية نقاش في جوه المنطق الديني ولا يريد ان يتقدم ولا قيد اون ملا احنا اصد مشكلة هائلة الحداثة في مواجهة الايمان فيبقى السؤال هل يصلح القطاب الديني نفسه للاجابة على كل تساولات الحداثة او ما يمكن ان نطلق عليه قضايا العصر كلما حاولنا التقدم ولو قليلا في مقاربة المسائل الفكرية والسياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والاخلاقية وحتى الدينية يأتيك من لم يستوعب بعد ان الزمان تغير وتبدل وتحول وانك لا تستطيع مقاربة قضايا العصر ابدا بعقل قديم جامد متحجر وان الدين والمسائل الدينية تقف عند حدود معينة هو يريد ذلك بل واكثر يأتيك من لا يعتقد بوجود اي اختلف اصلا بين تلك اللحظة التاريخية التي نازل فيها الدين واللحظة الراهنة حلنا وقعنا يمنا قبل مناقشة هذا الموضوع دعونا نتابع تلك القصة عندما يقلل احد او ينتقص من الاسهام الاسلامي في الحضارة الانسانية فورا بنستدعي ابن سينة بن رجد الفرابي الخوارزمي وغيرهم من العلماء اللي فعلا اسهمتهم غيرت شكل البشرية للافضل لكن قليلا منا جدا من يعرف ايه التمن اللي دفعوه في ازبنتهم للتغيير ده احكي لك انا هذا العالم الموسوع جابري بن حيان اللي عاش في القرن الثامن ميلادي وغلد في الكوفة بالعراق خرج منها لليمن مرجعش غير بعد انتصار العباسيين على الامويين وبناء دولتهم درس واسهم في علوم كثيرة مثل الكونيات الطب الموسيقى الهندسة ما وراء الطبيعة لكنه نبغ في الكيمياء واشتهر بانجازاته العلمية في مجال الكيمياء وما وضع خلاله من اسس للبحث العلمي في ميدان ومجال الكيمياء لا يذال كثير من العلماء يسيرون على خطوطه وعلى قطوه وعلى قطواته حتى يومنا هذا عشان كده عرف عنه انه شيخ الكيميائيين المسلمين ولقبه كثيرون بالاستاذ الكبير ابو الكيمياء خصوصا بعد اقتراعه ورقا لا تحرقه النار تخيلوا حضراتكم ان يكون علم هذا الرجل الذي تستني الدراسات كثيرة محليا وعالميا الى منجزاته سبب تدميره وتكفيره كان حجة ابن تيمية ومن تبعه من شيوخ الدين وهون كثر انه يقولوا ان ما يقوم بيه جابر ابن حيان مشابه لعملية الخلق باعتبار ان ما يصنعهم المنتجات ومضاهاء لخلق الله وبالتالي فهو محرم كما تعاملوا مع جابر ابن حيان والكيمياء وعلوم الكيمياء بنها سحر وشعوزة وخلق يعني ينافس خلق الله وقال نصا ده ابن تيمية اما جابر ابن حيان صاحب المصنفات المشهورة عن الكيميائية فمجهون لا يعرف وليس له ذكر بين اهل العلم ولا بين اهل الدين تصوروا ده الوصف اللي تقال عن الرجل اللي لحد النهاردة بيذكره العالم بكل اجلال لدرجة ان العالم الكيمياء الفرنسي مارسليان برتلو قال في كتابه كيمياء القرون الوسطى قال ان الجابر ابن حيان في الكيمياء ما اللي ارسطه في المنطق مؤسس مؤسس لكن النتيجة الطبيعية لتدخل الديني ورجالي في كل شيء هو ان الرجل اللي بستدعي إنجازاته للدفاع عن الإسلام أو الحضارة الإسلامية اليوم هو الذي سجن ومات في سجنه بتهمة الكفر والزندقة إذن أرحب بضيفي الكاتب والباحث المصري سيد رامي شفيق أهلا بك فاند منوارنا أهلا بحددك سيد رايد وحنا بنتكلم على الدراسات الإسلامية وقضايا العصر أنا معني أولا بالتوقف عند مصطلح وهو يبدو كأنه مسألة عادية وطبيعية الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية لكن يبدو لي إنه محتاج توقف فهم هذا التعريف والمفهوم دراسات الإسلامية من معنى إيه؟ الحقيقة الإصطلاح في حد ذاته مسكوك حديثاً لكن حقيقة الأمر هو إنه ممكن النظر إلى هذا المفهوم من خلال علم الاجتماع الديني لأن في الأصل علم الاجتماع الديني بيتحقق من خلال اتجاهات معينة من خلال سوسيولوجيا المقدس أو ضبط العلمانية أو الاتجاه إلى العلمانية المطلقة أو ضبط التحول إلى العلمانية أو الحداثة بشكل أو بآخر من الاتجاهات الخاصة بعلم الاجتماع الديني يبدو أن فكرة الدراسات الإسلامية هي دراسات بتتعلق أو بتتناول بالشأن والتحليل جملة من القضايا والآراء التي من الممكن أن تتعرض لأجزاء من داخل المنظومة الدينية أو أمور على هامشة الأديان وبالتالي الاصطلاح الحقيقي أحيانا مراوغ بالزبط لأنه السؤال إذا كان دراسات إسلامية عن وقائع وأحداث وقضايا العصر طب وهي إعلاقة القراءة الإسلامية بالعلم أو بالطب أو بالهندسة أو بالتكنولوجيا وكأنه تداخل الدين في الحياة اليومية والطبيعية ومن ثم هذا أمر لا علاقة له بفكرة القراءة الدينية أو الدراسات الإسلامية القصة به علم الحديث بقى علم التفسير أصول الدين يعني دي أمور تبدو بعيدة عن الاشتباك مع الواقع اليوم هو التفاف يعني محاولات الالتفاف بالزبط زي ما يتحدث عن فكرة الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد هو اقتصاد يعني البنوك والنقود والمعاملات المالية هي معاملات مالية لا جانب إسلامي ولا جانب ديني في المعاملات البنكية ولا التداول الاقتصادي الإعجاز العلمي أو فكرة الطب النبوي أو ما إلى ذلك كل ذلك أمور تخصم بشكل أو بآخر من قيمة الدين وقدرته على التحقق من خلال إيجاد بيئة سلوكية وقيمية هو المعني بها الدين بشكل كامل ممتاز معنى كده يا سيد رامي أننا المكلمة عن دراسات الإسلامية وكأني أقبل بهذا التدخل مع الحياة اليومية والمعاصرة والواقعية بأفكار الدين يعني وكأني أقبل مبدئياً بالتدخل الدين في الحياة اليومية بدليل أن هناك دراسات من منطلق ديني للاقتصاد لا شأن له بالدين لعلم الاجتماع الذي لا شأن له بالدين بفهم الدين أو بأمور الدين أو بقواعد الدين أو بأصول الدين اللي هو في إطار إنه دين إنما تنزيله إلى الأرض ده مش معناه اختطاف للقضايا بنظرة دينية وقبول مننا إحنا بإنويب حق اللي معرفي نتكلم فيه هو الحياة محاولة إعادة إنتاج سلطة مطلقة إذا كان من خلال بعض رجال الدين أو كل رجال الدين أو سلطة بإسم الأديان بأنها تنتج واقع مختلف في الحياة هي أزمة حالة كل ما هو ديني إلى الشأن العام يعني اسمحني السبريم أنا أقول وقعة مهمة جدا حصلت في مطلع التسعينات اجتمع الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور جابر عصفور مع الأب متى المسكين والأب متى المسكين طرح سؤال في منتهى الأهمية على الإسنائي قال لهم لماذا ومتى أغلق باب الإجتهاد في الإسلام الرجل طرح من موقعه ومن الدير ما نتحدث عنه الآن بعد هذه العقود وكانت إجابة السلاسة أو ما تم الوصول إليه من السلاسة أنه محاولة الارتماء في حضن المنظومات التعبدية على صالح الواقع اليومي أو محاولة مغافلة الوعي العام صحيح بس هو يعني اجتهاد الديني فيما يخص الدين يعني اختراع جديد فنسمع الفتاوى يعني الدوى ده صالح ولا لأ دينيا المطبع تجوز شرعا ولا لأ التلفزيون حلال والله حرام هذه الأمور تذهب إلى الفتاوى إنما لما أنا كمان أعمل علم أو أتصوره علما يعني للدراسات الإسلامية عشان أناقش قضايا لا علاقة لها بالدين من منظور ديني إحنا هنا وكأننا بالفعل نؤسس لفكرة تدخل الدين في الحياة بكلياتها وتفاصيلها وكأنه أصبح أمر مفروغ منه وعلينا أن نناقشه للأسف دي مشكلة مشكلة معرفية يعني مشكلة معرفية من الناحية الأكاديمية ومشكلة مجتمعية في حالة المجتمع الذي يذهب هو الآخر إلى هذا الأمر والسلطة المؤسسية أو سلطة رجل الدين الذي يسعى تباعا ويسعى من ناحية إنتاج النقاط التي يرتكز عليها من خلال هذا الأمر وجد دلته من خلال فكرة الدراسات الإسلامية يعني الوصول أو أن نتعرض لمسألة زراعة ونقل الأعضاء أن تخضع للرأي الديني وهو أمر دنيوي محت وأمر طبي لا جدالة فيه صحيح بس البعض قد يرد علينا ويقول أنه ده علم أو ده دراسات أنتجت لاحتياج الشارع نفسه وجمهور المتدين نفسه لإجابات دينية عن أمور غير دينية حتى إذا كان هذا الطرح يحتمل جزء من الوجاهة لكن المشكلة الحقيقية في أن تتحول هذه الدراسات من كونها خطابات بشرية تؤول النصوص أو الأوامر باعتبارها وكأنها هي الحق المطلق من خلال الدين هي الأزمة الحقيقية بتبدو في هذه النقطة تحديدا أنه ينبغي أن تكون وجهات نظر متعددة تشرح النصوص لأن اللغة العربية لغة تحتمل أكثر من معنى وتحتمل أكثر من تأويل وكما أنها متغيرة لأن الدين أو الدراسات هي لا تنتج في الفراغ يعني الدين لا يتعامل مع الفراغ الدين بيتعامل مع الوعي الاجتماعي بيتعامل مع التطور الاقتصادي مع البيئة السياسية الثقافية كل ما إلى ذلك وبالتالي الدراسات ينبغي أيضا أن تتطور أو تنتج معارف متطورة ديناميكية تتعامل مع الواقع داخل اللغة الديني ولا خارجه لا يعني لا يمكن يكون من داخل لا يعني نقصد ونحن نكلم على العلوم الإنسانية التتطور مناهج البحث التتقدم وتختلف هل يمكن أن تكون الدراسات الإسلامية الخاصة بالنصوص الدينية بقى علم الحديث التفسير الفقه وغيره هل يمكن أن تكون هذه العلوم نفسها تستخدم مناهج عصرية وطرق جديدة للفهم والقراءة والتحليل والتأويل والتفكيك ولا هي لذالت أسيرة ومأصورة بنفس المنهج البحث القديم الحقيقة يعني ينبغي طبعا أن تتطور أن الحديث أنا أتابع وأيد فكرة الحديث عن منظومات فقهية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد وكلها من داخل الرؤية المعصرة للحياة يعني من لم ينظر بشكل جيد إلى حجم التطور الهائل الذي بدت عليه المجتمعات في كل مكان والتطورات الهائلة التي حدثت سوف تتعرض منظومة الخطاب الذي يأتي من خلال الدين أو ما يطلق عليه الخطاب الديني لأزمة يعني ينبغي للجميع أن يعي هذا الأمر يعني كل دراسات علم الاجتماع الديني تطلق هذه الصيحة التحذيرية من خلال ضرورة الانتباه لمصايرة الخطابات الدينية لأنني لا أريد أن أتجاوز في النقطة أو فرحها إلى نقاط أخرى لأن مشكلة الخطاب الديني أنه ليس خطابا واحدا ومشكلة نسخة الإسلام أو الدين بحد ذاته أنها ليست نسخة واحدة وهذا لا يعني أننا إزاء إسلامات متعددة ولكن لدينا نسخة متعددة من القراءات طب النسخة المتعددة دي تعني التنوع والتعدد ومنسمى ليين بضدها؟ ليين بعزين نسخة مؤحدة نهائية محسومة هي التي تعتمدها العقول المؤمنة وتمشي وراءها مش ده يقفل باب الاجتهاد وحرية البحث وحرية حتى التدين؟ لا الحقيقة أنا ما أصدتش أننا محتاجين نسخة واحدة أنا أصدت أن فكرة ما يطلق عليه تجديد الخطاب الديني بيواجه فكرة الأزمة من داخل فكرة الدراسات الإسلامية أنه في حد ذاته لا يوجد خطاب واحد يعني لا يوجد خطاب واحد لدينا جماعات عديدة تتحدث باسم الدين وتطلق على نفسها وكأنها المتحدث الرسمي الوحيد والأوحد باسم صحيح الإسلام وبالتالي خطابها هو خطاب مقدس هنا أزمة يعني أنه ينظرون إلى فكرة التجديد لهذا الخطاب وكأنه سيقود أسس الدين يعني أننا أتعامل مع خطاب يعني أنا أتعامل مع خطاب ما هو الاختلاف هنا في أسس الدين بمناسبة الدراسات الإسلامية أسس الدين هنا الاعتقاد أنها الثوابت المعلومة والمعروفة فيما يخص العبادات يعني فيما يخص شهادة أن لا إله إلا الله أركان الإسلام هذه أمور الثوابت عدد يعني ركعات صلاة الظهر لا أحد يقترب منها ولا أحد يعني يعني معني بالتحدث في جداليات حولها ولكن هم ما بينظروش إلى هذا الجانب باعتبروا ثوابت الدين وبيعتبروا بقى الجهاد ثوابت الدين الدعوة والتبشير ثوابت الدين الحدود ثوابت الدين ومن ثم يفتح ثوابت الدين إلى أن تكون حتى التفاصيل المختلف عليها والتفاصيل اليومية هي ثوابت الدين لديه هو إذا تركني أتحدث دون أن يتخيل أنه يطعن في أن أنا أتحدث في هذه الثوابت لن يجد مجالاً له لكن هو لا يجد مساحة الحركة لديه غير أنه يطعنني في أنني أود أن أعدل أو أغير في ثوابت الدين لا بالعكس ثوابت الدين وما أشرت إليه أستاذ إبراهيم نحن لن نتحدث عنها لكنني أتحدث عن فكرة من يفرد علي فكرة التكفير من يغلق عني باب الإجتهاد من يتحدث في أن فكرة الجهاد هي فكرة أساسية وأنني يجب أن أزهق روح هذا وذاك هل يمكن لهذا العقل أن ينتج دراسات تواكب العصر وتتعامل مع قضايا العصر؟ خلينا نرجع بعد الفاصل ونراقش الدراسات الإسلامية وقضايا العصر إذن عدنا مختلفون عليه إذن ما أبرز المواضيع والقضايا والمسائل التي يتناولها طلاب المعاهد الدينية في هذا الواقع في العصر الحالي تعالوا نتابع هذا النموذج ثم نعود هناك شبه قطيعة بين هذه المؤسسات وقضايا العصر إذا اتخذنا من مؤسستين كبيرتين في العالم البلاد العربية وحتى في العالم الإسلامي وهما جامعة الزيتونة في تونس وجامعة الأزر هذه القضايا الأسف في هاتين المؤسستين الكبيرتين تضلاني أو بقيتين القضايا في حكم الطابوات في حكم المحظور والإجابة على هذه القضايا هي إجابات قديمة هي إجابات الفقه المالكي وإجابات الفقه الحنفي وإجابات الفقه الإسلامي على وجه الحلال العموم توجد بعض المحاولات لكن ظلت فرضية ومنبوذة من المؤسسات الدينية الرسمية مثلا أذكرهم فيما أذكر بعض كتب وأبعاء بحوث جمال البنة وقد حاول فيها أن يسير الحداثة ويسير مقتضيات العصر مثلا له كتاب حول نفي النسخة لا نسخة في القرآن له كتاب حول الردة ووقف ضد هذه المقولة هذه المحاولات لا تجدوا جمهورا عريضا أولا ولا تجدوا قبولا في العرصات المؤسسات الدينية الرسمية لا بد في الفقه الإسلامي أن تقوم فورة جذرية يقع مها التصالح مع العصر وعلومه وإنجازاته هذه القضايا لم تعد تزعج عفوا الكنيسة في العالم الغربي فلا بد من أن يستوأبها الفقه الإسلامي أو على الأقل يتصالح معها أجدد الترحيب إذن بالأستاذ رامي شفيق كاتبنا وباحثنا وينضم إلينا من المغرب الباحث في الفلسفة الدكتور محمد زكاري أهلا بك دكتور من الدار البيضاء إلى الدار البيضاء تحية طيبة وبيضاء أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم شكرا جزيلا على هذه الصداقة الكريمة تبدو كلمة المعاصرة كلمة الحداثة هذا المصطلح يبدو وكأنه غريب مع الدراسات الإسلامية لأنه موقف الإسلاميين من الحداثة والمعاصرة وكأنه هناك صراع فرض يعني إرادات على الواقع باسم الدين هل وإحنا بنقرأ هذا الواقع دكتور محمد زكاري نعتقد أنه يمكن للدراسات الإسلامية عموما سواء في الشأن الديني أو في الشأن الحياتي تكون مواكبة للعصر مؤمنة بما يمكن أن يعرف بالحداثة؟ يعني والله في اعتقادي المشكلة الأساسية التي يمكن أن ننطلح منها في إطار هذا النقاش وهو قضية صراع المفاهيم هناك صراع على المفاهيم بشكل أكثر حدة اليوم من ذي قبل فمفهوم الحداثة في حد ذاته يمكن أن نرجع إليه وإلى أصوله ومنشأه في الفكر الغربي نفسي فالحداثة باعتبارها حركة فكرية وتقافية نشأت في أوروبا وغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر اهتمت بشكل كبير بالتركيز على مفاهيم أساسية كالعقل والعلمانية والنقد والحرية والفردانية وكل هذه المفاهيم عملت بشكل كبير على تطويرها وعلى التركيز على أهميتها بالنسبة إلى المجتمع لكن وكما تعلم نحن في العالم العربي كانت الحداثة بالنسبة إلينا بمثابة صدمة تاريخية عاشها الوجدان والعقل العربي فيرجح أن التاريخ لصدمة الحداثة كانت في أعقاب الحملة التي شنها نابوليون بونابارت على مصر فهنا بطبيعة الحال حينما نقول بأن الحداثة كانت بالنسبة للمجتمعات الأوروبية اختياراً ذاتياً وتاريخياً وكانت بالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية بمثابة قوة فرضت من خارج فرضت بشكل ضاغط في إطار أزمة التحديث التي حدثت في جميع القطاعات وجميع المجالات هنا يقع الصراح حول مفهوم الحداثة في حد ذاته إذن هناك حداثة هي الحداثة التي نشأت في الغرب نشأت في الوعي نشأت في الفلسفة وفي الفكر وفي ميادين الفن وهناك حداثة نشأت في العالم العربي بفضل ضاغط خارجي وهو عامل الاستعمار إذن فضل الصراح حول مفهوم الحداثة لم نتلقى الحداثة بشكل إيجابي وبشكل سلس بل ظلت العلاقة بيننا وبينها علاقة التباعد علاقة التماسف لم نستطع أبداً هضمها ولا احتضانها في دوالي بفكرنا هل في الإطار ده كأن الدراسات الإسلامية مكرسة لمواجهة الحداثة أو للحكم على الحداثة أو لابداء موقف ورائي في الحداثة لا أن تكون هي نفسها دراسات حديثة بالنسبة للدراسات الإسلامية يجب أن نفهم قضية وهي أنها نشأت بالانطلاق من الدراسات التي خرجت في أحضان الحداثة النفسية الحداثة الغربية نفسية لأن الدراسات الإسلامية أول ما ابتدأت ابتدأت في حضن هو الحضن التقافي الغربي مع حملات الاستشراق التي همت بالترجمات وعرفنا همت بتحقيق المخطوطات همت بدراسة تلك المخطوطات ونحن في تلك المرحلة لم نكن نملك الوسائل التي تمكننا من ابتحام الترات يعني لو عدت إلى الكتابات المعروفة بالنسبة للمؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهار أو هنا بالمغرب القراويين أو عدت إلى جميع المراكز الدينية في العالم العربي ستجد أنها تعتمد على نصوص معينة ومحددة لكن بفضل حملة الاستشراق بفضل ما نلناه منها من أدوات معرفية استضعنا اقتحام الترات وهكذا يمكن أن نقول أن الدراسات الإسلامية نفسها بما أتيح لها من مواد بما أتيح لها من كتابات بما أتيح لها من اقتحام الترات هي في الأصل استمدت كثير من هذه المعطيات من المستشرقين أنفسهم لكن كما تعلم في ظل هذا الصدمة التي نعيشها وجدانيا فنحن دائما ما نميل إلى رفض هذا الآخر بالرغم مما حققه بالنسبة إلينا وإلى صوراتنا ويكفي أن تعود إلى الكتابات الأولى والمطابع الأولى التي تم تفخيق وستجد عليها أسماء المستشرقين وكانت لهم بطبيعة الحال استضافات طويلة ودراسات طويلة هنا في العالم العربي في مصر هنا في المغرب وكذلك في العالم العربي بأسره عمروا طويلا ودراسوا هنا بالجامعات لكن في جو الصدمة العام وفي إطار ما سيسمى لاحقا بأسلمة المعرفة وهذه بطبيعة الحال حركة يمكن أن نناقشها بشيء من الاستفادة صعيبنا الضرورية نناقشها لكن هو السؤال هنا أريد أن أوقفه للأستاذ رامي الذي طرحه الدكتور محمد زكاري فيما يخص أن الحداثة أضافت للدراسات الإسلامية وأن الدراسات الإسلامية استفادت من جهد المستشرقين ومن غيره هل ده يعني يجوز إطلاقه على المؤسسات الدينية التعليمية؟ المشكلة للسيبراهيم بتحطنا في كذا نقطة في حديث حضرتك أولا فيما يختص بفكرة التعليم الدين ومدى حكته أو ضرورته دي نقطة النقطة التانية السنائية اللي موجودة أو اللي بتصاحب فكرة دراسات الحداثة إما هو الارتماء إلى الغرب بشكل كامل أو الاتكاء على الماضي والبعد الديني والاعتبار أن الدين هو الأصل في كل شيء وهو الذي تستطيع من خلاله أن تقدم كل شيء هذه السنائية المزعجة إلى أقصى درجة ممكنة هي السبب في عدم أو أحد الأسباب الحقيقة يعني في الوصول إلى درجة لافتة من الحداثة خاصة أننا في العالم الشرقي أو في العالم الدول العربية إحنا خدنا الجهود دي من عقود سابقة ولم نستطع أن نتقدم خطوات برغم أننا نتكئ على دراسات للإمام محمد عبدو وعلى طه حسين وما إلى ذلك لكن ما النتيجة حتى هذه اللحظة؟ أه بس الدراسات طه حسين كتابات محمد عبدو مهجورة تقريبا في المؤسسات الدينية والمعاهد التعليمية وده يخلينا نروح نفس محمد زكري بسؤالي مرة أخرى فيما يخص أسلامة المعرف ما يحير المرء أنه ابن سينة وجبر بن حيان والرازي وكل العلماء المسلمين حينما تصدوا إلى قضايا علمية وعلومية لم يتحدثوا لا من القرآن ولا من السنة بينما في هذه اللحظة إحنا إزاء العودة إلى النصوص الدينية التي تفسر لنا من الفلك وحركة النجوم والقرى الأرضية وحتى نقل الأعضاء والتبرع بالدم والله سؤال وجيه أستاذ إبراهيم في هذا السياح وأنا في رأيي يمكن أن نعود إلى مفهوم أساسي وهذا المفهوم هو الذي ما يزال مطار جدل بالنسبة إلى العالم العربي الإسلامي ومفهوم العلمانية يعني لو أخذنا هذا المفهوم بطبيعة الحال على أساس أنه انتماء كل شيء إلى العالم بما فيها السياسة بما فيها العلم بما فيها كل شيء يعني كل شيء ينتمي إلى هذا العالم لكنا أكثر بقة في تناولنا لهذه المفهوم فالعلم ينتمي إلى العالم ولا ينتمي إلى أي مجال آخر نحن لا نبرر بالنتائج العلمية أي شيء آخر غير النتائج العلمية نفسها وأي ربط من هذا القبيل لما هو روحاني لما هو إلهي لما هو غير منتمي لهذا العالم فهو محاولة لخرق نظام العلم من جهة ولخرق النظام الديني من جهة أخرى يعني أنت تسيء إلى المجالين معا إذن العلمانية باعتبارها انتماء إلى هذا العالم هي المفهوم هي الحل هي الجوهر يعني لو كنا بطبيعة الحال قد أخذنا بجدية هذا المفهوم وطبقناه في مجالات واسعة من نطاقات المعرفة والعلم في العالم العربي لكان أنجع بالنسبة إلينا لكن إلى حد الساعة ما يزال هذا المفهوم مطار جذل مطار شك مطار نقد على أسس أنه من الواردات الغربية لكن بالرغم من أنه من الواردات الغربية والله شك ونقد مقدور عليه هذا هو مطار تكفير أكيد فبطبيعة الحال لأن الأشياء التي لا يمكن نقدها بطبيعة الحال لا يمكن الإيمان بها بأي شكل من الأشكال والأصل في الإيمان هو أن نعمل النقد وأن نعمل الشك لأن لا إيمان يقدم على سبيل الإطلاق وعلى سبيل الحقيقة لو كان الأمر كذلك لما تقبله الناس بدليل بحثنا لأستاذ محمد زكاري أنه دكتور طاحسين عندما استخدم وهو كان واضحا في الشهر الجاهلي من اللحظة الأولى من السطر الأول في الكتاب أنه بيستخدم نظرية ديكارتي في الشك وأنه سيطبق الشك الديكارتي على الدراسة دي حتى الآن هناك هذا الهجوم المروع على الكتاب اللي استخدم قضاء العصر منهج بحثي عصري لفهم القضية الدينية أو حتى القضية اللغوية أكيد فبطبيعة الحال هنا الخوف من الشك لماذا أنا خاف من الشك ففي إطار هذه المنطومة التي تقدمها نموذج أسلمة المعرفة في هذا السياق هي محاولة لمزيد من الإنغلاق نحن نحاول أن نزيد من إنغلاقنا على أنفسنا وأن نقول بالحرف إننا أفضل من الجميع قلت هناك دراسات إسلامية هنا في العالم العربي لكن بالموازات منها هناك دراسات إسلامية قائمة بداتها في العالم الغربي وهي ربما أكثر تقدم مما نعيشه هننعيش النقطة دي تفصيلا لكن فيما يخص أسلمة العلوم يبدو أن البعض رأيه أنه ده سبب طيار الإسلام السياسي أحد أسبابه الرئيسية في محاولة السيطرة والهيمنة على المجتمع كل ما هو علمي كل ما هو حداثي يوصف بجواره التعبير الإسلامي ونبدأ أن نبحث في كتبنا عما يعني يجعله علما إسلاميا وكأنكم لم تتقدموا ولم تتطوروا أيها العالم الغربي إحنا عندنا كل حاجة إلى أي حد إحنا في هذه الدائرة سوف نخرج منها متى أستاذ براهيم جزء الأخير اللي كان بيتكلم فيه الأستاذ محمد زكاري ربما هي ارتبط بشكل كبير جدا بالجزء الأول اللي كنت بكلم مع حضرتك فيه في اتجاهات علم الاجتماع الديني اللي هو الوصول إلى درجة من درجات التخوف من تقويد الدين هذا الأمر أو هذا الفزع غير المبرر في تقديري على الأقل يعود إلى عدة أسباب ومبررات لكن هو عموما حالة دفاعية من اللحظة الأولى طبعا حالة دفاعية نرجع للأسباب والتفسير بعد شوية لكن كاليني أشكر كاتبنا وباحثنا الأستاذ محمد زكاري من الدار البيضاء ونستمر معا في حوارنا مع الأستاذ رامي شفيق مع الإجابة عن سؤال مهم طرحنا أيضا وإذا كانت كل العقول المتحكمة والمسيطرة والمهيمنة على المؤسسات الدينية التعليمية أو حتى على الجماعات الدينية والتنظيمات الدينية عقول على هذه الدرجة من التحجر أو التصلب الديني هل يمكن أن تكون متصالحة مع قضايا العصر وتناقش قضايا العصر؟ يبقى السؤال وتبقى الإجابة التالية إذن عدنا مختلف علي قبل متابعة حوارنا عن الدراسات الإسلامية وقضايا العصر دعونا نرى كيف تقارب معاهد اللهوت المسيحية قضايا العصر وشؤونه عشان نشوف، نتابع، نعرف، نقارن هيا بنا بالنسبة للنواحي التي نجد فيها أن الكنيسة ليست جامدة بل هي تتحرك وتواكب الأبحاث والدراسات العلمية والأدبية أيضا وأيضا تواكب فيها التغيرات المجتمعية أستطيع أن أذكر بعض الأمثلة أولا على الصعيد المجتمعي الحوار المسكوني بين الكنائس هذا ما لم يكن واردا من قبل الكنيسة عندما كانت تدرس دراسة اللهوت في السابق تكتفي بقراءة وحفظ العقائد والمسلمات والقوانين أصبحت اليوم بعد تطور الدراسات تعتمد التحليل النقدي هذا تطور أيضا أضف إلى ذلك أن الكنيسة اليوم تأخذ بعين الاعتبار كثيرا من الأبحاث العلمية عن الكون وعن الإنسان وعن بصمات الخالق أيضا التي تظهر في الدراسات العلمية التهمة التي تلصق أحياناً في كنيسة الشرق الأمينة للرسالة الأمينة للتسليم الرسولي تلصق بها أنه دائماً يمتحجر لماذا؟ لأنه لا تقبل بمجتمع الميم لأنها لا تقبل إجهاد هذه التهمة لا تأخذ بعين الاعتبار كثير من الأمور التي تتغير وينظر إليها نظرة أختة مختلفة وتثمن الإجهبيات فيها يعني على سبيل المثال نحن هل يمكن أن نقبل بما يسمى مجتمع الميم الجي بي تي الذي يتيح لابن 13 سنة أن يأخذ هرمونات لتغيير جنسه هذه مواضيع الكنيسة لن تواكب ما هو ظرفي ما هو ما يصدر عن انحراف في سلوك المجتمعات أهلا بكم مجدداً وأجدد الترحيب لأستاذ رامي شفيق كاتبنا وباحثنا في الستوديو ينضم إلينا أيضاً من ألمانيا مدير معهد الدراسات الإسلامية الدكتور مهند خرشد أهلا بك دكتور مهند منورنا أهلا بك أستاذ إبراهيم إذن هل تختلف الدراسات الإسلامية في ألمانيا حيث أنتم وحيث معهدكم عن الدراسات الإسلامية في المعاهد الإسلامية أو التعليمية الكبرى أو غير الكبرى حتى في وقعنا العربي والشرق أوسطي في ألمانيا يتم التفرق بين الدراسات الإسلامية التي تسمى بإسلامكس تادي وبين الدراسات الإسلامية اللاهوتية التي تسمى بإسلامكسيولوجي الفرق هو أن الإسلامكس تادي أو الذي نحن نطلق عليه اسم دراسات الإسلامية يعني تنظر إلى الإسلام من منظور خارجي ليس من منظور داخلي ليس من داخل القيم الدينية أو من المسلمات الدينية أما الدراسات الإسلامية اللاهوتية التي نحن يعني أنا هنا في جامعة في ألمانيا أعمل عليها تنظر من النظرة الداخلية وطبعا هناك تقاطع وتواصل بين النظرة الخارجية والنظرة الداخلية الإشكالية تبدأ هي في النظرة الداخلية إذا كانت النتائج هي النظرة الداخلية دكتور مهند بمعنى بنكلم على علوم الدين علوم الحديث والتفسير وغيره ولا دي النظرة الداخلية النظرة الداخلية مقصود فيها المسلمات يعني هل ننطلق أن القرآن وحي من الله الدراسات الإسلامية تقول أنا لا يهمني أو لا أقول أنه وحي من الله أنا أقول أن القرآن موجود وأبحث يعني بحث علماني بحث عن القرآن عن الحديث عن الأمور الدينية أما المنظور الداخلي فهو ينظر يعني يبحث في الأمور الدينية من منظور قيمي لا مقدسة يعني هنا الفرق ما بين القراءة المقدسة والقراءة غير المقدسة لكن القراءة علمية غير معنية بفكرة من أين جاء هذا النص إنما بتناقش النص والإشكالية تكون إذا كانت القراءة المقدسة وضعت مقدسات هي ليست مقدسات يعني وضعت النتائج أنها مسلمات فهنا نكون بعيدين عن الدراسة الأكاديمية تصبح دراسة إيدولوجية فقط وهذا ربما الذي يميزنا عن بعض المعاهد لا أريد أن أعمم في البلاد الإسلامية يعني هنا نحن نحاول أن نقلل قدر الإمكان من المسلمات يعني ننطلق من مسلمات بسيطة أن مثلا وجود الله الواحد الأحد القرآن هو واحد من الله أما كيفية نفس تفسير القرآن هذا ليس مقدس مفتوح حتى القرآن نفسه نقرأه في سياقاته التاريخية الفقه الإسلامي الحديث نقرأها في سياقاته الإسلامية قراءة مفتوحة بحيث لا نضع النتائج كمسلمات لأنه إذن لماذا أصلا البحث الديني يصبح بحث دعوي فقط ليس أكاديميا وهذا ربما هي هذه النقطة التي تميزنا وربما يعترض فيها البعض في البلاد الإسلامية علينا يعترض طبعا نصر مهند لأنه من وجهة نظره وكأنك تبني علمك على الشك في الدين بينما هو يبني علمه على تثبيت الدين فهنا الفرق ما بين العلمي والدعوي فأتصور أننا نتكلم على المعاهد العلمية في دراستنا الإسلامية في الواقع العربي من باب أنها مراكز دعوة ليس مراكز بحث علمي هل تشاركني هذا التصور؟ أشاركك وإذا لاحظت أنه في البلاد مثلا العربية في السنوات الأخيرة الذين حاولوا أن يأتوا بالجديد لا تجدهم يعملون في المعاهد الدينية التقليدية لا تجدهم يعني يعملوا في السياق التقليدي بل في إما السياقات الفلسفية أو المعاهد الفلسفة أو معاهد الآداب أو لو كانوا يعملون في المعاهد التقليدية يتم فصلهم ومحاكمتهم لكن ده كله فيما يخص شأن النقاش جوه الإطار النص الديني أو العلوم الدينية أو الدراسات الإسلامية جوه الإسلام نفسه إنما كنا نتحدث عن أسلامة العلوم هل بتعتقد أنه مبدئيا أنت موافد دكتور مهند على أن يدلوا الإسلامي برأيه في قضايا العصر من باب الدين؟ والله يعتمد أستاذ إبراهيم على الموضوع الذي نتحدث عنه لكن لدينا نقطتين النقطة الأولى هناك إشكالية هوياتية كما تحدثوا المتحدثين قبلي كأن الخطاب الديني الإسلامي يريد أن يثبت لنفسي قبل أن يثبت للآخر أني أنا متقدم على الآخر فهذه إشكالية في الخطاب الإسلامي تنم عن فقدان الثقة بالذاك لذلك نحتاج دائما أن نثبت لأنفسنا نحن أفضل نحن أفضل أما النقطة الأهم أعطيك مثال مثال التعددية هذه ربما من أهم قضايا المعاصرة اليوم لأن مجتمعاتنا ليس فقط في أوروبا حيث أنا أعيش هنا في البلاد الإسلامية التعددية الفكرية التعددية الدينية كيف نتواصل مع التعددية؟ وهنا أظن أن الخطاب الديني يلعب دور لأن الخطاب الديني إما أن يكون خطاب إقصائي لا يعني يرفض التعددية أو يكون خطاب يتقبل حتى ينتج هذه التعددية وهنا تجد أن الخطاب الدين التقليدي متناقض فمثلا عندما نقول نحن الآن التعددية ربما من ساعات خطاب عاطفي هويات يقول لك الإسلام مع التعددية ويقبل ويقبل الآخر ويحترم الآخر إلى آخرين أما إذا أتيت إلى الواقع وقلت نحن هنا مثلا في ألمانيا يوجد أكثر من ألفين مسجد والدولة حتى تسمح بتدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية على نفقة الدولة والذين يدرسونهم مسلمون تصوري الآن لو قلنا تمام نحن لدينا التعدد في الإسلام ما بال بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ما بال تدريس الدين المسيحي مثلا أو البوذي أو غيره في البلاد الإسلامية مباشرة ستجرم أو سيعترض عليك تدريسها لغير المسلمين أو تدريسها للمسلمين لا لا لغير المسلمين كما نحن المسلمون هنا في ألمانيا ندرس الإسلام للمسلمين على نفقة الدولة في المدارس الحكومية أن يدرس المسيحي أو البوذي أو إلى آخره دينه على نفقة الدولة الإسلامية وهي تسمح له بذلك سيعترض على ذلك فتجد هنا في تناقض في تفاقبنا أكون على يسار حضركة دكتور مهند وأقول أنه المفروض ندرس الأديان الأخرى للمسلمين عشان يعرف أنه فيه أديان أخرى وحوالسي موضوع إلى موضوع عدائي بموضوع معرفي نعم ولكن أنظر ردود الفعل مثلا كمثال فقط البيت الإبراهيمي في الإمارات نحن هنا نجده أنه مثال حي إيجابي نستخدمه هنا لأنه يساعدنا على التوصل لحقوقنا كأقلية مسلمة هنا ونقول نحتاج مثل هذه الأمثلة هنا في أوروبا أيضا للتواصل الديني أما عندما وجدت ردود الفعل من الخطاب التقليدي يعني خطاب تجريمي تجريد اعتبروا أنه دين جديد نعم للأسف فلذلك تجد في تناقض في خطابنا عندما نأتي لقضايا معاصرة مثل التعددية تجد أننا نظريا نقول أن الإسلام أفضل من أي هل ده له علاقة بالإسلام ولا له علاقة بالمسلمين لأنه برضو شفنا حتى في نظرية النشوء التطور وداروين ويكلم بشكل علمي بيكلم بشكل مبني على العلم وعلى الفكر العلمي أصادوا هجوم شارس جدا من باب ديني بلا شك يعني ونحن ننسى أن عندما نقول الإسلام الإسلام هو ليس شخص يأتي يتحدث عن نفسه هم المسلمون الذين يقولون الإسلام يريد الإسلام حتى نحن نسمح لأنفسنا للأسف طبعا نتحدث بإسم الله نقول الله يريد الله يقصد الله كأننا فهمنا الله فهمنا الإسلام ففي النهاية أنا معك في هذه النقطة أن في النهاية هم المسلمون الذين يقولون ما هو الإسلام كيف تلقى الدارس المسلم لديك القادم خصوصا من دول عربية هذه الطريقة في الدراسات الإسلامية المختلفة عن السائد والقائم في واقعه العربي الله يعتمد الذين يأتون مثلا في مؤتمرات من بلاد إسلامية يفاجأوا أو حتى منهم يرفض يعني يقول ما هذا الذي تدرسونه هل هذا هو الإسلام أما الذين نشأوا هنا يعني المسلمون ونحن عندما نتحدث عن المسلمون في أوروبا نتحدث عن الجيل الرابع يعني نشأوا أباؤهم أجدادهم منهم نشأ هنا في أوروبا هؤلاء ينظرون نظرة أخرى لأنهم يريدون أن يصلوا إلى المعادلة كيف أستطيع أن أكون أوروبي لأنه يغمر لنفسه حتى لو كان أجدادهم من المغرب أو من بلاد إسلامي لا بسدودة المهند للأسف الجيل الرابع خرج منه متطرفون وإرهابيون يعني لا يجب كلهم على المستوى الفكري المنفتح أو المتعدد للأسف ولكن أنا أتحدث عن الذين لدينا للجامعة ليدرسوا دراسات إسلامية يقولوا نحن نبحث عن معادلة أن أكون أوروبي وأكون مسلم في نفس الوقت لذلك لا يكون الفاصل هو هنا الغرب هنا الشرق يعني نحن في خطابنا العربي في بلادنا العربية نتحدث دائما عن الغرب أو كما قبل قليل تحدثتم عن مناهج غربية أو في الغرب نحن هنا لا نقول لأننا نحن جزء من هذا الغرب فنحن نقول الفاصل هو ليس هنا الغرب وهنا الشرق بل الفاصل هو فاصل معرفي هنا العلم وده السؤال اللي عايز أوجهه هنا لأستاذ شفيق يا أستاذ رامي إحنا أصاد زي ما قلت جماعات ومجموة ومعاهد علمية تقودها عقول متحجرة هل يمكن أن تتعامل ببساطة بتسامح بانفتاح بتعددية مع الأفكار اللي بقولها دكتور مهند تقرشت فيه دراسات في معادة دراسات في الخارج الدراسات الإسلامية هل يمكن قبول تخريج والطالب المتخرج من هذه المعاين اللي يشتغل بقضايا العصر على الدراسات الإسلامية بصدر منفتح ورحب وقبول وجوه التنظيمات الدينية أو المؤسسات التعليمات الدينية في أوطننا يعني هو ربما في التصور غير واقعي لكن ممكن نطرح تصور في المتخيل نحو هذا الأمر لكن واقعيا ده ممكن يكون صعب لأنه هي لحظة مختلفة الغرب وصل لمرحلة قدر يتجاوز مراحل كتيرة حتى نستطيع أن نتحدث عن هذه النقطة وأن تغضع كل العلوم لفكرة منايج البحث ومنايج البحث المتعددة حسب التطور الحديث في الدراسات والأبحاث لدينا عندنا ينبغي أن نعترف أن لدينا أزمة نحو هذا الأمر واقعيا صعب جدا أن هذا يتم لكن أنا أتمنى أن لحظة تطور ما اجتماعية واقتصادية وسياسية وتطور تاريخي ما نصل فيه إلى هذه اللحظة وأن نصل إلى عمق الحقيقة وأن نكتشفها أو حتى الحقائق لأن لا يوجد حقيقة واحدة صعي دكتور مهنة دلت أعتقد أنه سوف يأتي اليوم التي تدرس فيه أو الذي تدرس فيه مؤسساتنا الدينية الرسمية الدراسات الإسلامية على الطريقة الألمانية قبل عشر سنوات أو 11 سنة عندما افتتحنا هنا معهدنا في الجامعة كانت هناك كلمة للدكتور محمد عزب رحمه الله توفى هو كان مستشارا لشيخ الأزهر وحضر في الافتتاح وقال جملة بقيت في ذهني لأنها قالها وكررها أكثر من مرة ولكن قال لذلك هو توفي رحمه الله لذلك أستطيع أن أقولها ولولا ذلك لما قلته لأنه قال أنا أقول لكم ولكن هذا الكلام لا أستطيع أن أقوله في بلدي ولكن أقول لكم أنا أتوقع أن يأتي تجديد وتغيير منكم أنتم هنا في ألمانيا في أوروبا أكثر من بلادنا لأنكم لديكم الحرية حرية التعبير حرية التفكير بسبب فصل الدين إعطاءه حرية عن السياق السياسي والسياقات الأخرى خلينا نشارك الراحل محمد عزب بابا سنعلن هذه المرة هنا في أوطرنا وليس في ألمانيا نتمنى أن تكون هذه بوابات التغيير والتجديد والتعامل الدرسات الإسلامية مع قضايا العصر أشكرك جدا دكتور مهند قرشد أشكرك جدا أستاذ رامي شفيق وإلى الخلاصة 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 أن العقل اللي عايش على عن 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 كل دراساتهم كل شغلهم كل أفكارهم كل رؤاهم عن العنعنة عن فلان عن فلان عن فلان أو أن الكتب الإسلامية أو المتخصصة في العلم الديني كما يقولون قائمة على أنه كتاب قديم هو يسمونه المتن بقى ويكتب عنه شرح للكتاب القديم ثم بعد الشرح يحصل حاشية على الشرح وتلاقي كتب حاشية على شرح متن كتاب كذا يعني الكتاب نفسه عبارة عن حاشية عن هامش عن حواشي احنا بنتكلم عن حواشي مش حتى عن المتون هذه العقلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعترف بأنها في قاع العلم بل هي تعتقد أنها تجلس على قمة العلم تضع قدما على قدم بل وربما ترمي الحزاء والنعلى في وجهنا أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مختلف علي اشتركوا في القناة